موسيقى السنية الصباحنا الحضية عشرة بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن رئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخصي وسياسات رئيس الوزراء كما أعرب رئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات سواء على المستوى السنائي أو في إطار آلية التعاون السلاسي مع قبرص من جانبه تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر لرئيس السيسي مؤكدا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان معربا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعيدة فضلا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وكذا تدعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة والتي أصفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادابيو بفترة رئاسية ثانية وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تتقدم بالتهنئة للرئيس جوليوس مادابيو على إعادة انتخابه رئيسا في أعقاب عملية انتخابية عكس التمدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق وتؤكد مساندتها للرئيس جوليوس مادابيو في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وأمال شعبه بحثت مصر وسلوفكيا تعزيز التعاون الصنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك واستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون الأوروبية سفير إهاب نصر بمقر وزارة الخارجية وفدا من وزارة الخارجية السلوفيكية وقد أكد السفير إهاب نصر أهمية عقادي مثل هذه اللقاءات كآلية هامة تسهم في تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب السلوفكي إزاء كل الموضعات الصنائية والدولية وتناول تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين وكيفية العمل على تعزيز التعاون المشترك كما أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية إلى أن هناك أفاقا واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين أكدت القوات المسلحة السودانية أن قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان هذا وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن العملية أصفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية حملت موسكو واشنطن مسؤولية مقتل المدنيين المتوقع وذلك بعد قرار نقل ذخائر عنقودية لأوكرانيا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغروفا إن قرار الإدارات الأمريكية بتزويد نظام كييف بهذه الذخائر المحرمة يعد دليلا على فشل الهجوم الأوكراني المضاد مؤكدة أن تعهد كييف بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق مأهولة بالمدنيين لا قيمة له اعتقلت شرطة الفرنسية شخصين خلال تفرقها احتجاجات تخللتها أعمال عنف وشهد عدد من المدن الفرنسية ما أطلق عليه مسيرات المواطنين تلبية لدعوة جمعيات مدنية ونقبات عملية وأحزاب سياسية وذلك تنديدا بعنف الشرطة عقب مقتل الفتناء الفضاحية نانتير غرب العاصمة باريس وكان الحادث أدى إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيرات ونهب مباني عامة أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابس بورن أن الحكومة تعمل على تجنب استئناف أعمال العنف في المدن بمناسبة العطلة الوطنية ووعدت بورن بوضع وسائل ضخمة لحماية الفرنسيين يومي الثالث عشر والرابع عشر من يوليو المقبلين وأعلنت أنها وقعت على مرسوم يحذر بيع وارتداء ونقل الألعاب النارية بهذه المناسبة وصلنا إلى ختام المجازوة لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود أظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة ولكم مني أتحية أنا إيات عبداللطيف